حديثي سيكون بحسب الوقت وهو وقت ضيق سيكون عن روح المنهج اليماني عن روح الحكمة اليمانية بخصوص هذه المسألة بخصوص مسألة التعلم والتفقه ومسألة التقليد أقرأ عليكم من غيبة النعماني الطبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة 264 من حديث طويل مفصل عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث الثالث عشر يبدأ في صفحة الثانية والستين بعد المائتين أقرأ عليكم من الصفحة الرابعة والستين بعد المائتين إمامنا الباقر يحدثنا عن السفياني واليماني والخراساني ويقول وليس في الرايات راية أحدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم هذا التعبير يدعو إلى صاحبكم إنه يربط الشيعة بإمام زماننا وليس بشخصه وهذا الكلام يتناول العقيدة الكاملة ويتناول الدين بكل أصوله وفروعه ويتناول البرنامج السياسي أيضا فهذا داعية لصاحب الأمر على المستوى العقائدي والفكري وعلى المستوى الفقهي والفتوائي وعلى المستوى السياسي والاجتماعي هذا معنى يدعو إلى صاحبكم فلابد أن تكون سعة الدعوة بسعة صاحبنا وسعة صاحبنا لا حدود لها فلابد أن تحشد كل العناوين في هذه الدعوة إنها دعوة لإمامته فقط إنها دعوة لأخذ العقيدة منه فقط من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم دعوة إليه في العقيدة والعبادة والعلم والمعرفة وشؤون الحياة الدنيوية والأخروية ما يرتبط منها بالحياة الاجتماعية والحياة السياسية وفي كل شأن من شؤون واقعنا الديني والدنيوي لأنه يدعو إلى صاحبكم هذا هو اليماني فهو لا يدعو إلى تقليد سين أو صاد من رجال الدين الحمير لأنه يدعو إلى صاحبكم إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه وإذا خرج اليماني فانهض إليه هذا أمر وإذا خرج اليماني فانهض إليه إن كنت نائما فاستيقظ وإن كنت جالسا فقم وإن كنت قائما فتحرك وإن كنت مشغولا فاترك ما أنت مشغول به وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لماذا؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ليس هناك من تقليد لمرجع هو لا يعرف تكليفه الخاص به مراجع النجف وكربلاء لا يعرفون تكليفهم الخاص به وحق الزهراء سمعت هذا الكلام من مهد الحكيم مرتين وهو يتحدث ويقول مقارناً فيما بين الخميني وأبيه الحكيم يقول من أن الخميني يشخص الموقف الشرعية بشكل واضح في كل مقطع زماني تحتاج الشيعة إليه يقول أبي هو يقول هكذا الإمام الحكيم حينما حاصرنا البعثيون ووقعت المشكلة فيما بين البعثيين وبين المرجع الحكيم يقول أنا سألته أكثر من مرة ما هو تكليفنا فماذا يجيب محسن الحكيم يجيب هكذا والله ما أدري هذا الكلام أنا سمعته من مهد الحكيم مرتين وهو يسأل أباه أكثر من مرة ما هو تكليفنا الجواب يأتي والله ما أدري وصدقوني هذا جواب جميع مراجع النجف وكربلاء في المسائل العسيرة والمواقف الخطيرة هذا جواب الخوئي دائما في الكثير من المسائل الخطيرة والعسيرة قطعا في مسائل الخمس هم حاضرون للجواب ولنهب أموال الشيعة باسم صاحب الزمان هذه القضية مفروغ منها وإن كانوا يجهلون أحكام الخمس لكنهم رتبوا الفتاوى والأحكام لسرقة أموال الشيعة وإلا أي فقه هذا الذي يجعل من أموال الخمس وهي في جيب الشيعي من أنها أموال الإمام الحجة لكنها حينما تنتقل تنتقل هذه الأموال بنفسها من جيب الشيعي إلى جيب المرجع تصبح أموالا مجهولة المالك أيها مسخرة يا أيها الشيعة أنتم أيها مضعكة يا أيها الشيعة أنتم لا شأن لي بهذا الموضوع وليس في الرايات راية أهدا من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لماذا؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم لا يستطيع أحد أن يصف الرسائل العملية لمراجع النجفي وكربلاء من أنها حق ومن أنها طريق مستقيم هم أنفسهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك ولذا في أول كل رسالة ماذا يقولون؟ يقولون من أن العمل بهذه الرسالة مجزي ومبرئ للذمة مجزي ومبرئ للذمة لا يعني أنه حق ولا يعني أنه طريق مستقيم وإنما هذا هو المتوفر بين أيدينا يجزي يعطيكم عذرا فيما لو ثبت أنكم لستم على الطريق المستقيم فمنهج اليماني لا علاقة له بمنهج رجال الدين الحمير الذين منهجهم أبعد ما يكون عن الطريق المستقيم لماذا راية اليماني؟ الراية الأهدا لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم الخراساني ليس كذلك السفياني رايته ضلال واضحة الخراساني ليس كذلك اليماني هو الذي يملك الراية الأهدا لماذا؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم وهذا العنوان قطعا لا ينطبق على منهج حوزة الطوسي في أحسن أحوالها ولا ينطبق على الرسائل العملية التي يشهد أصحابها بأنها ليست كذلك وإلا ما معنى ما يكتب في أول كل رسالة من أن العمل بها مجز ومبرئ للذن لماذا يصفونها بهذا الوصف؟ لو كانت حقا ولو كانت طريقا مستقيما فهل يصفونها بهذا الوصف؟ لقالوا من أنها حق قطعا ومن أنها صراط مستقيم قطعا لماذا يكون العمل بها مجزيا ومبرئا للذن لأنهم متأكدون من أنها ليست حقا قطعيا وليست طريقا مستقيما قطعيا هم متأكدون من هذا وإلا لماذا يكتبون هذا في بدايات رسائلهم؟ لذا أقول لكم هم لا يعرفون تكليفهم الشخصي قد يشخصون للناس بشكل واضح تكليف الناس وإنما يفعلون هذا لأنهم يخافون من اعتراض الناس إذا كنتم لستم قادرين على تشخيص التكليف لنا فلماذا أنتم تدعون المرجعية وتدعون النيابة عن صاحب الزمان؟ فهم يشخصون للناس تكليفهم وهم لا يعتقدون بصحة ذلك لأنهم عاجزون عن تشخيص تكليفهم الشخصي الذي يعجز عن تشخيص تكليفه الشخصي كيف يكون قادرا على تشخيص تكليف الآخرين؟ لماذا هم يعملون بالاحتياطات؟ ولكنهم قد يصدرون الفتاوى الواضحة للناس كي يتخلصوا من اعتراضات الناس وهم يعملون بالاحتياطات لأنهم ليسوا متأكدين مما هم عليه وإلا ما معنى الاحتياطات الوجوبية والاحتياطات الاستحبابية هذه الاحتياطات تدل على أنهم ليسوا واثقين من فتاواه هذه هي الحقيقة ما معنى الاحتياطات؟ الاحتياطات تكشف عن عدم ثقتهم بفتاواه الصورة ليست واضحة عندهم ولذا يلجأون إلى الفتاوى الاحتياطية ويضيفون عليها من أنه في الفتاوى الاحتياطية يجوز لمقلديهم أن يقلدوا غيرهم هذا عبث بالدين هذا ضحك على الذقون هذا هو التقليد الذي أرفضه رفضاً قطعياً والذي هو تقليد حوزة النجف وكربلة المنهج اليماني الذي أحاول أن أتشبه به أن أكون قريباً منه هو هذا يدعو إلى الحاق وإلى طريق مستقيم فحينئذ لا معنى للتقليد إذا وصلنا إلى الحاق وإلى طريق مستقيم سيكون التقليد للمعصوم فقط وليس لغيره وإنما أجاز المعصوم التقليد لعوام الشيعة حينما لا يكونون قادرين أن يصلوا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم فإذا كان اليماني تمسك بالحق وبالطريق المستقيم فلا معنى لتقليده حينئذ ولا لتقليد غيره إذا صار الحق واضحاً وصار الطريق المستقيم بينا إذن ما معنى التقليد إذن وظيفة اليماني أن يعلم وظيفته التعليم ما جاء في التوقيع الشريف في توقيعي إسحاق بن يعقوب وأنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا الرجوع ما هو بتقليد الرجوع أعم قد يكون تعلماً وتفقهاً وقد يكون تقليداً للذي لا يكون قادراً على التعلم والتفقه فالرجوع أعم كلمة التقليد لم ترد إلا في رواية واحدة في الرواية التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا الصادق فللعوام أن يقلدوا فقط وردت كلمة التقليد أتحدث عن تقليد فقهاء الشيعة وردت في هذه الرواية فقط ولا يوجد ذكر لكلمة التقليد بهذا المعنى في أي رواية أخرى في كل الآيات القرآنية وفي كل الأحاديث المعصومية وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم حجة يعني علماء بالحق وبالطريق المستقيم لا كما يفعلوا مراجع النجف وكربلاء في الرسائل العملية التي هم ليسوا متأكدين من صحتها ولذا يكتبون في بدايتها من أن العمل بها مجز ومبرئ للذن لا يكونون هؤلاء حجة لصاحب الزمان حجة صاحب الزمان لا بد أن يكون عالما بالحقيقة وبالحق والطريق المستقيم فحينما يرجع إليه يأخذ العلم منه لكن العاجزين عن التعلم يمكن أن نصف تصرفهم وموقفهم بأنهم يقلدونه أما القادرون على التعلم منه فلا مجال للتقليد هنا لأن التقليد وهو التسليم لا يكون إلا للمعصوم فقط صلوات الله وسلامه عليه ووظيفة الفقيه الشيعي أن يفقه الشيع أن يعلمه أما هذه المنظومة الكهنوتية في حوزة النجف وكربلاء فهذه ألعوبة شيطانية هذه أضحكة إبليسية صار واضحا لدينا من أن المنهج اليماني يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم والدعوة إلى الحق وإلى طريق مستقيم تعني التسليم وتعني السالمية للإمام المعصوم ماذا نقرأ في سورة الزمر وأنا أحدثكم عن روح المنهج اليماني في الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة من سورة الزمر ضرب الله مثلا ما هو هذا المثل أئمتنا أمرنا أن ندرس أمثال القرآن لأنها جزء من علومه ومعارفه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الآية ضربت مثلا هذا المثل يرتبط بزمان نزول الآية حيث كان العبيد يشترون من سوق النخاسة في كل العالم في كل الأرض فهناك عبد يملكه مالك واحد وهناك عبد اشترك في ملكيته مجموعة من المالكين وهؤلاء المالكون متخاصمون فيما بينهم فهذا المالك يقول للعبد بحكم أنه يمتلك جزءا من أن يذهب إلى جهة الشرق وهناك مالك آخر يقول لهذا العبد مشاكسة ومخاصمة مع المالك الذي طلب منه أن يذهب إلى الشرق يقول للعبد اذهب إلى الغرب وثالث يقول له اذهب إلى يمينك إلى يسارك إلى الشمال إلى الجنوب كل مالك يوجهه إلى جهة تختلف عن الجهة الأخرى التي يوجه إليها العبد من قبل مالك آخر هل يستطيع العبد أن يتحرك أو أن يفعل شيئا لا يستطيع فهناك مالك يقول له تحرك باتجاه الشرق وهناك مالك يقول له تحرك باتجاه الغرب إنه لن يفعل شيئا لن ينفع نفسه ولن ينفع الذين يملكونه وهناك عبد يملكه شخص واحد وليس عنده من مشكلة مع هذا العبد فحينما يأمره بشيء فإن العبد سيأتمر بأمر ذلك المالك فهو أمر واحد مشخص الآية ضربت لنا هذا المثال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هذا هو الذي أحدثكم دائما عنه من أن الشيعة تضطرب أولوياته المخلصون لإمام زمانهم عندهم أولوية واحدة هي إمام زمانهم ولذا لا تتشاكس الأولويات في دواخلهم عندهم نية واحدة خدمة إمام زمانهم عندهم هدف واحد القربة والتقرب إلى إمام زمانهم وآخرون الأولويات تسترع في دواخلهم فارق كبير بين هؤلاء وهؤلاء ماذا نقرأ في الروايات الشريفة أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة تأويل الآيات للمحدث شرف الدين الاستراباذي النجفي من أعلام القرن العاشر الهجري صفحة خمسمية وخمسطعاش إنه الحديث الثاني عشر بسنده عن أبي خالد الكابلي عن إمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه سألته عن قول الله عز وجل ورجلا سلما لرجل قال الرجل السالم لرجل علي وشيعته أمير المؤمنين هو الذي كان يقول أنا ذلك الرجل السالم لرسول الله أنا ذلك الرجل السالم لرسول الله كما يقول هو جلست على باب قلبي أصبحت بوابا لقلبي جلست على باب قلبي وما أذنت لأحد أن يدخل فيه إلا الله إنه الرجل السالم لرسول الله وشيعته المخلصون له السالمون له السالمون لعلي وآل علي اليماني يدعو الشيعة أن يكونوا كذلك لا أن يتشاكس رجال الدين الحمير في قلوبهم في قلب الشيعي على المنهج اليماني هناك شخص واحد هو الحجة بن الحسان ولذا فإن اليمانية يدعو إلى صاحبكم ولا يدعو إلى غيره هذه هي الدعوة اليمانية الخالصة وهذه هي الحكمة اليمانية البهية إنها الزيارة الجامعة الكبيرة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت إلى أن تقول الزيارة الشريفة ومن كل وليجة دونكم لا أسمح لأي أحد أن يلج قلبي من كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم إنها القلوب النقية الصافية لقائم آل محمد فقط هذا هو الدين اليماني وهذه هي الحكمة اليمانية ومن هنا دائما أحذركم من رجال الدين الحمير وأشدد تحذيري ابتعدوا عن أصحاب العمائم ابتعدوا عن رجال الدين الحمير لا تأخذوا الدين منهم هؤلاء دينهم دين ضلال أنا لا أتحدث عن اللباس أنا أتحدث عن المنهج لكن اللباس هذا صار علامة لهذا المنهج وإلا فاللباس أمر عرضي يمكن أن يكون هناك من أصحاب هذا اللباس على منهج سوي لكنني أتحدث عن الأعم الأغلب الأعم الأغلب على منهج ضلال إنهم يدعونكم لعبادة العجول البشرية القذرة من رجال الدين الحمير الذين لا يعرفون تكليفهم الشرعي فأي فقه هذا الذي يقول لكم من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلاة يبطل الصلاة علي هو أصل الدين وصلاة فرع والفرع يتقوم بالأصل فكيف ذكر الأصل يبطل الفرع أي منطق هذا أنا أخاطبكم أنتم يا أساتذة الجامعات من الشيعة المتدينين كيف تقبلون هذا المنطق ولذا أقول لكم لا يجوز لكم التقليد عليكم أن تتعلموا أن تتفقه بحدود ما تستطيعون لا أطالبكم أن تكونوا متخصصين أنتم متخصصون في مجالات أخرى ولكن هناك مستوى من التعلم والتفقه لا بد أن تصلوا إليه بحدود ما تستطيعون وهذا هو الذي أمرنا به الأئمة وسأعرض لكم النصوص والحقائق الوقت يجري سريعا وهناك كلام كثير عندي هكذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم هذا هو معنى وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معد إلى أن تقول الزيارة الشريفة فمعكم معكم لا مع غيركم هذا هو تعريف تقليد الإمام المعصوم ما هو تقليد الإمام المعصوم هذا هو تعريفه فمعكم معكم لا مع غيركم هذا هو التسليم والسالمية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فارق بين قلب متفرغ لإمام زمانه وفارغ لخدمة إمام زمانه إنه قول صادق لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي كيف يتحقق هذا المعنى يتحقق هذا المعنى حينما نكون رجالا سالمين ومسلمين لإمام زماننا حينئذ سيكون التقليد للإمام فقط التقليد الذي جاء في رواية تفسير إمامنا الحسن العسكري فللعوام أن يقلدوه إنهم غثاء الشيعة عوام الشيعة إنهم الهمج الرعاع من الشيعة إنهم سفلت الشيعة وهم الذين لا يمتلكون القدرة على التعلم القادرون على أن يتعلم يجب عليهم أن يتعلم بحدود إمكاناتهم بحدود أوقاتهم أن يتعلم وأن يعرف شيئا من الحقيقة لا أن يقبل قول المرجع الحمار من أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة وحق الحسين الحمار الحيوان يرفض هذا هذا فقط المرجع الشيعي الحمار يفتي بهذا هؤلاء حمير حوزة الطوسي يصدرون الفتاوى بهذا علي هو أصل الدين علي هو حقيقة الصلاة فكيف ذكره يبطل الصلاة أي منطق هذا نهيق الحمير أفضل من هذه الفتاوى ووالله ضراط الحمير أفضل من هذه الفتاوى نذهب إلى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباكر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والفراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستخيل في الآية السادسة والثلاثين بعد البسملة من سورة الإسراء ولا تقفو ما ليس لك به علم لا تقفو لا تتبع من الاقتفاء وهو الاتباع ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة نحن مكلفون بالعلم بحدود ما نتمكن هذا الأمر واضح في آيات الكتاب وهذا النهي صريح هذا النهي صريح في أعلى درجات النهي ولا تقفو ما ليس لك به علم عليك أن تحصل العلم وحينما لا تحصل العلم عليك أن تتوقف عليك أن تتعلم ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة في كل شأن من شؤون حياتنا من شؤون حياتنا الدينية أو الدنيوية نحن مطالبون أن نعمل بالعلم بحدود ما نستطيع في سورة الأنعام في الآية الثامنة والأربعين بعد المئة بعد البسملة سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا موطن حاجتنا من الآية هنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون إنكم تعملون بالتخمينات وبالإحتمالات وبالأوهام قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أساس العقيدة العلم أساس الفكر العلم أساس العمل العلم من أفتى بغير علمه بغير علم ما هو هذا العلم هنا القرآن المفسر بتفسيره والحديث المفهم بقواعد تفهيمهم هذا علي يفهمكم بعدي على هذا بايعنا في بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي الفهم كل الفهم من علي وآل علي فقط لأن الحق لا يؤخذ إلا من علي وآل علي صلوات الله عليه قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون في سورة التوبة في الآية الثانية والعشرين بعد المئة وما كان المؤمنون لينفروا كافة في الآصل يجب عليهم أن ينفروا كافة ولكن هناك معوقات هذه الحياة وتفاصيلها هذه الدنيا وشؤونها فهم لا يستطيعون أن ينفروا كافة وإلا في الآصل يجب عليهم أن ينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قد يستدل بهذه الآية في باب التقليد ربما في جهة من جهاتها البعيدة لكن الآية لا تتحدث عن التقليد في المستوى الأول من مستويات فهمها إنها تتحدث عن الإنذار والإنذار درجة عالية من درجات التعليم القرآن يبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وآله هو البشير النذير فماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم في الأميين إنهم من أم القرى هكذا فسرها لنا أئمتنا في هذه الآية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم رسول الله كان يعلم مع أن رسول الله الجهة الأكمل التي يسلم لها ويسلم إليها وتقلد تقليدا كاملا قطعيا وتكون السالمية لها ومع ذلك كان يعلم وكان الأميون من أم القرى يتعلمون عنده يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم هذا هو الإنذار ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ألا تلاحظون أنني دائما حينما أورد مطلبا من المطالب آتيكم بالأدلة والوثائق والمصادر هذه وظيفتي ووظيفتكم أن تتعلم هذا هو المنهج اليماني الأصيل هذا هو المنهج الزهرائي الأصيل هذا هو منهج محمد وآل محمد هذه النصوص أنا أحفظها وليس اليوم منذ أن كنت فتيا وشابا صغيرا لكنني آتيكم بالمصادر وبالكتب وبالموسعات كي أثبت لكم الحقائق كي أعلمكم كي أبصركم فهذه وظيفتي فالإنذار هو التعليم في أعلى درجاته ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو البشير النذير يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هذا هو الإنذار قد يصدق على التقليد للعوام إذا كانوا عاجزين عن التعلم أما أنتم أيها الأكاديميون أيها الجامعيون أيها المثقفون أيها الإعلاميون أيها الأساتذة والمعلمون أنتم القادرون على التعلم والتفقه ما علاقتكم بتقليد هؤلاء الحمير عليكم أن تتعلموا دينكم من المنهج الصحيح ابحثوا عن ذلك بأنفسكم أنا لا أقول لكم تعالوا واخذوا مني ابحثوا عن ذلك بأنفسكم بإمكانكم أن تشخصوا الجهة التي يجب عليكم أن تأخذوا منها أئمتنا هم الذين أمرونا بذلك أمروني وأمروكم أعرفوا منازل شيعتنا عندنا أعرفوا منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل للإمام الصادقي صلوات الله عليه أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث بإمكاننا أن نشخص هذه الأوصاف من خلال المقارنة بين المتحدثين أما أولئك الخرس الذين لا ينطقون فهؤلاء لابد أن يسقط من القائمة أمير المؤمنين هو الذي يقول تكلموا في العلم لماذا كيتبين أقداركم تكلموا في العلم فإنما قيمة كل امرئ ما يحسنه ما يحسنه من العلم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فالإنذار هو العلم في أعلى درجاته هو التعليم والتعلم القرآن هو الذي يحدثنا عن ذلك مثل ما قرأت عليكم من سورة الجمعة أعتقد أن سورة أخذت تتضح شيئا فشيئا نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي الجزء الأول من الكاف الشريف وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة السابعة والأربعين باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله طلب العلم فريضة على كل مسلم ألا إن الله يحب بغاة العلم قطعا على كل مسلم بحسبه وعندنا نصوص على كل مسلم ومسلمة طلب العلم فريضة على كل مسلم الكلام هنا مثل ما نقول إذا شك الرجل في صلاته فعليه أن يفعل كذا وكذا فهل هذا الحكم خاص بالرجال فقط طلب العلم فريضة على كل مسلم وعلى كل مسلمة أيضا الحديث واضح هناك حديث رواه الشيخ الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري في بصائر الدرجات وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان في الصفحة الحادية والعشرين في الباب الأول الحديث الثاني بسنده عن عيسى بن عبد الله العمري عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه طلب العلم فريضة على كل حال على كل حال النص واضح وواضح صريح جدا فما معنى التقليد حينئذ لا معنى على التقليد إلا إذا كان الإنسان عاجزا طلب العلم فريضة على كل حال القادرون على التعلم بحدود وقتهم بحدود إمكاناتهم يجب عليهم أن يتعلم ومن هنا فإنني أقول لهذا الذي سألني وما هو بشخص واحد كثيرون سألوا هذا السؤال حينما سأقدم برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة هل هي دعوة للناس أن يقلدوني أقول لا إنني أدعو الناس إلى أن يتعلم طلب العلم فريضة على كل حال فريضة على كل حال هذا النص خطير وخطير جدا وهذا الكتاب لصاحب إمامنا الحسن العسكري لمحمد بن الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه الحديث الحديث الرابع أعود إلى الكافي بسنده عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي حمزة الثمالي عن أبي إسحاق السبيعي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيها الناس أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به كمال الدين أين كمال الدين وتمام النعمة في ولاية علي هذا في بعده العقائد وفي بعده المعرفي أيضا وإنما نصل إلى ذلك من خلال طلب العلم أيها الناس أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به هلا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال إن المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسيفي لكم سيفي لكم بهذا الضمان والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه الحديث السادس من الباب نفسه بسنده عن علي بن أبي حمزة إنه البطائن الذي ضل بعد ذلك هذا الحديث أيام كان على الهدى عن علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله سمع الصادق صلوات الله عليه يقول تفقه في الدين وهذا الأمر موجه للجميع وكل بحسبه تفقه في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي هذا الكلام موجه للجميع ليس خاصا بدارسي العلوم الدينية إذا كانوا يدرسون علوما صحيحة لكن الذين يدرسون الضلال في حوزة النجف وكربلا تفقه تفقه في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي إن الله يقول في كتابه ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الحديث السابع عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا هذا الخطاب موجه للجميع لجميع الشيعات يستثنى منهم العاجزون عن التفقه عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملا يجب على الجميع أن يتفقه الناس ثلاثة عالم رباني هو الإمام المعصوم ومتعلم على سبيل النجاة أنا وأنتم جميعا كل بحسبه بحسب وقته بحسب إمكاناته بحسب دراسته بحسب تخصصه يجب علينا جميعا أن نعرف الواجب من أمر ديننا علينا في العقيدة والفكر والثقافة والتفسير والفتاوى بحدود ما يجب علينا فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا الحديث الثامن بسنده بسند الكليني عن أبان ابن تغلب عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط وهناك من يقرأها ضربت رؤوسهم بالسياط لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه إمامنا الأرحم بنا يريد أن يضرب رؤوسنا بالسياط حتى نتفقه يجب علينا أن نتفقه كل منا بحسبه وعلينا أن نأخذ الفقه السليم من مصادره السليم فهذا البرنامج الذي وعدتكم به هو جزء من هذه المنظومة اليمانية الزهرائية النقية لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه الحديث التاسع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال له رجل من أصحابه جعلت فداك رجل عرف هذا الأمر عرف بيعة الغدير عرف إمام زمانه رجل عرف هذا الأمر لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد من إخوانه فماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه كيف يتفقه هذا في دينه يجب عليه أن يتفقه في دينه فكيف يعتزل في داره وبيته عليه أن يتفقه على الأقل بحدود ما يجب عليه أن يتفقه فيه هذا هو الذي قصدته من أن التقليد الذي جاء في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري هو لعوام الشيعة لسفلة الشيعة لأراضي الشيعة هذه الأوصاف ما هي مني من روايات وأحاديث الأئمة أما أنتم الجامعيون الأكاديميون أنتم طلاب الثانويات طلاب المعاهد طلاب الكليات طلاب الدراسات العليا أنتم الإعلاميون أنتم المثقفون يجب عليكم أن تتفقه أنتم لا ينطبق عليكم هذا العنوان من أنكم من أراضي الشيعة أو من سفلة الشيعة أنتم قادرون على التفقه وعلى التعلم لماذا تقلدون هؤلاء الحمير الذين عقولكم أوسعوا من عقوله وأنتم أكثر ذكاء منهم تقلدون حميرا لا يفقهون من الحقيقة إلا ما أخذوه من النواصب وما أخذوا شيئا من الحقيقة من النواصب في صفحة الخمسين إنه إنه الحديث بفقه بفقه إحتاج إليهم إحتاج إلى نواصب سقيفة بني ساعدة أو إحتاج إلى نواصب سقيفة بني نجف فإذا إحتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم وهذا هو الذي يجري على الشيعة الآن إمامنا الصادق هكذا يقول لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغني بفقه الأصيل المأخوذ من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيره ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقه إحتاج إليهم إحتاج إلى فقهاء سقيفة بني ساعدة أو إحتاج إلى فقهاء سقيفة بني طوسي فإذا إحتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم الحديث السابع عن إمامنا الصادق عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا خير في العيش إلا لرجلين من هما؟ عالم مطاع أو مستمع واع العالم المطاع هو الإمام المعصوم والمستمع الواع هو أنا وأنتم إذا كنا كذلك أن نكون على وعي أو مستمع واع يا كميل هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها أقرأ عليكم من تحف العقول لابن شعبة الحراني مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 117 من وصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكميل بن زياد إن هذه القلوب أوعية إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها ثم ماذا يقول له احفظ عني ما أقول لك لماذا يأمر أمير المؤمنين كميلا أن يحفظ كلامه لأن الإمام يبين لنا الحقائق الكاملة ويشخص لنا ماذا يجب علينا وماذا نفعل وماذا لا نفعل الإمام هكذا يقول لكميل احفظ عني ما أقول لك الناس ثلاثة الناس ثلاثة وفي تعابيرهم نحن وشيعتنا الناس وغير أولئك الناس ناس فالناس شيعتهم الناس ثلاثة عالم رباني عالم رباني يشير إلى الإمام المعصوم قد تقولون من أن الإمام قال الناس ثلاثة والناس هم الشيعة ما هم قالوا نحن وشيعتنا الناس نحن وشيعتنا الناس عالم رباني وهو الإمام المعصوم ومتعلم على سبيل النجاة المتخصص في الدين والذين يتعلمون من المتخصص في الدين هؤلاء هم متعلمون على سبيل النجاة وهمج رعاع من الشيعة أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لجهلهم تأخذهم الدعايات يمينا وشمالا لم يستضيء بنور العلم فيهتدوا ولم يلجأ إلى ركن وثيق إلى ذلك الفقيه المفهم لم يلجأ إلى ركن وثيق فينجو هذا وصف دقيق لشيعة وللواقع الشيعي ولذا أمير المؤمنين يقول لكميل احفظ عني ما أقول لك فهذه خارطة الطريق فاحفظها يا كميل إن هذه القلوب أوعية أوعية فخيرها أوعاها احفظ عني ما أقول لك الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمجوا رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل الريح لم يستضيء بنور العلم هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى التقليد لم يستضيء بنور العلم فيهتدوا ولم يلجأ إلى ركن وثيق فينجو ويأتيك حمار من هنا وعجل من هناك ويقولون من أنه هو الأعلى فيتبعه هؤلاء الهمج الرعاع الذين هم أتباع كل ناعق لم يستضيء بنور العلم ولذا أقول لكم يجب عليكم أن تتعلموا تعلموا تعلموا ووالله لقد وضعت لكم على الشبكة العنكبوتية في مواقعنا الألكترونية حقائق الدين والعلم من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وأنتم تلاحظون كلما ورد سؤال قلت من أنني قد قدمت برنامجا مفصلا في هذا الموضوع أو في ذاك لا خير في العيش إلا لرجلين عالم مطاع أو مستمع واع في الصفحة الحادية والخمسين إنه الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن أبي خديجة سالم ابن مكرم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الناس ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء هم أراضل الشيعة هم بسطاء الشيعة العاجزون عن التعلم الناس ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء الحديث الثالث بسنده عن أبي حمزة الثمالي يقول قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه أغد عالم أو متعلم يا أبا حمزة أو أحب أهل العلم ولا تكن رابعا فتهلك ببغضه إذا كنت رابعا ستكون مبغضا لأهل العلم الإمام يقول لأبي حمزة الثمالي أغد عالما أو متعلمان أو أحب أهل العلم حاول أن تقترب من دائرة التعلم بقدر ما تستطيع هذا هو المنهج هذا هو المنهج اليماني ولذا أقول للذين رافقوني لأربعين عاما وكانوا يصرون علي من أننا نريد أن نقلدك في أمر الدين وكنت أرفض هذا هو سبب هذا هو سبب عرفتم الآن حينما كنت أقول لكم إذا أردتم أن تقلدوا الآخرين فهذا شأنكم أما إذا أردتم أن تنتفعوا مني فأنا أعلمكم اسألوني وأنا أجيبكم أغد عالما أو متعلما أو أحب أهل العلم ولا تكن رابعا فتهلك ببغضهم الحديث الرابع عن جميل إنه جميل ابن دراج عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه يغدو الناس على ثلاثة أصناف عالم ومتعلم وغثاء فنحن العلماء هم العلماء وشيعتنا المتعلمون المتخصصون وغير المتخصصين عالم رباني تلاحظون أن الأحاديث يشرح بعضها بعضا ألا لعنة ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي ألا لعنة على علم الرجال وعلم الأصول ألا لعنة على منهج حوزة النجف وكربلا الإمام الصادق يقول يغدو الناس على ثلاثة أصناف عالم ومتعلم وغثاء فنحن العلماء هم وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء وسائر الناس من شيعتهم إنهم أراضل الشيعة إنهم سفلت الشيعة إنهم عوام الشيعة أذهب بكم إلى الصفحة الثانية والستي من الجزء الأول من الكاف الشريف باب من عمل بغير علم الحديث الأول بسنده بسند الكلين عن طلحة بن زيد قال سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول العامل على غير بصيرته هذا الذي يقلد من دون علم بحدود ما يحتاج إليه العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلا بعده العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلا بعده أنتم الأكاديميون تملكون قدراً من البصيرة وأنتم الحوزويون أيضاً إذا وعيتم الحقيقة وأستبعد ذلك أبعد الناس عن الحقيقة أصحاب العمائم بسبب المال الحرام الذي يأكلونه وهم يعتقدون أنهم يتبركون بمال صاحب الزمان الذي سرقه المرجع لهم من الشيعة العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلا بعداً الحديث الثاني بسنده عن حسن الصيقل قال سمعت صادق صلوات الله عليه يقول لا يقبل الله عملاً إلا بمعرفة ولا معرفة إلا بعمل فمن عرف دلته المعرفة على العمل ومن لم يعمل فلا معرفة له ألا إن الإيمان بعضه من بعض الحديث الثالث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح فهذه الرسائل العملية ما هي بعلم لو كانت علماً لكانت قطعية ولو كانت قطعية بنظر من كتبها لماذا كتبوا في أولها العمل بهذه الرسالة ويصفها بهذه الرسالة الشريفة مجزئ ومبرئ للذمة لو كانت علماً فهل يصح أن نصفها بأنها مجزئة ومبرئة للذمة لأن العلم لا يوصف بهذا الواصف وإنما يوصف بأنه حق بأنه طريق مستقيم مثل ما هي دعوة اليماني فاليماني أهدى الرايات رايته لماذا؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يقول من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح ماذا نقرأ في تفسير إمامنا؟ الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى قموا المقدسة في رواية التقليد أتعلمون أين جاءت رواية التقليد؟ جاءت في تفسيري الآية الثامنة والسبعين بعد البسملة من سورة البقرة ماذا تقول الآية الثامنة والسبعون بعد البسملة من سورة البقرة؟ ومنهم من اليهود أميون لا يحسنون القراءة والكتابة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب القرينة واضحة لا يعلمون الكتاب لا يحسنون القراءة والكتابة هو الذي بعث في الأميين في سورة الجمعة لأنهم من أم القرى وإلا فإن النبي لم يكن قد بعث للذين لا يحسنون القراءة والكتابة وإنما بعث للأميين من أم القرى للذين يحسنون القراءة والكتابة والذين لا يحسنون القراءة والكتابة بعث للجميع هو الذي بعث في الأميين للذين هم من أم القرى وأم القرى عنوان للجزيرة العربية ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لا يحسنون القراءة والكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون أماني أكاذيب العرب تقول فلان يمتن الحديث يعني يجعله أنت تمتن الحديث أنت تحرف الحديث أنت تكذب في الحديث يقال فلان يتمنى الحديث يعني يكذب فيه أو يمتن الحديث يعني يكذب فيه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أكاذيب من الذين يضحكون عليهم من رجال الدين وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم من رجال الدين ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون رواية التقليد جاءت تفسيرا لهذه الآية عودوا إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري بعد أن ذكر الإمام العسكري الآيتين يورد رواية الصادق في تفسير هاتين الآيتين أشير إلى الآيتين اللتين قرأتهما قبل قليل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ثم يذكر لنا حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي يستمر إلى أن يقول في صفحة 274 فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوامع يقلدوا إذا توفر الفقيه بهذه المواصفات فللعوامع الذين هم أراذل الشيعة ولذا ماذا قال إمامنا الصادق بعد ذلك وهؤلاء مراجع السوء الأكثر لأن المراجع الممدوحين قلة فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوامع يقلدوا وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم هؤلاء الممدوحون قلة ولا يتوفرون للناس الذين يتوفرون للناس هم الذين قال عنهم وهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لماذا قال ضعفاء الشيعة مثل ما أقول دائما ما هم بضعفاء في الأبدان ولا ضعفاء في الأموال وإنما ضعفاء في العقيدة هؤلاء ضعفاء العقيدة وهم أراذل الشيعة هم الذين لا يمتلكون القدرة على أن يصلوا إلى الفقاهة في دينهم أن يتفقه في دينهم بحدودهم الآن الأكاديميون يرضون أن يكونوا من الأراذل تلك مشكلته المثقفون عند الشيعة يقبلون أن يكونوا من سفلة الشيعة تلك مشكلته فماذا قال بعد ذلك إمامنا الصادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه يريد أن يتعلم يريد أن يتفقه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد هذا المرجع الحمار في يد هذا الذي هو أضر عليه من شمر وحرملة ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ما قال الإمام يقلده قال يقف به على الصواب إنما يقف به على الصواب يعلمه يرشده إلى المصادر إلى البراهين يقف به على الصواب وهذا هو ما أفعله معكم في كل برامج أنا لا أريد أن أقول من أنني أنا المؤمن الذي قد قيض لكم أبدا أنا أتشبه بهذه الأوصاف أتشبه بهذه المعاني لكنني أريد أن أقول لكم من أنني حين آتي بالمصادر وآتي بالأدلة وأطيل في الحلقات هدفي هو هذا أن أخف بكم على الصواب لا أن أريد منكم أن تتبعوني من دون أن تحترموا عقولكم ولذلك دائما هكذا أقول لكم احترموا عقولكم تأكدوا من الأمر بأنفسكم لأنني أريد أن أعلمكم لا أريد أن تقلدوني هذا هو منهج العترة وهذا هو المنهج اليماني الأصيل افتهمت لو ما افتهمت لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوامي أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه يريد أن يتعلم يريد أن يتفقه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر المرجع الشيعي الذي هو ألعن من شمر وحرملة ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله على ذلك المرجع الحمار ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة أعتقد أن الأمر صار واضحا ووقت الحلقة اقترب من النهاية في الصفحة السابعة والسبعين من الكاف الشريف الحديث العاشر بسنده عن يونس بن عبد الرحمن قال قلت لأب الحسن الأول لإمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه بما وحد الله فقال يا يونس لا تكونن مبتدعا من نظر برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيه ضل ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر الحديث واضح لا يحتاج إلى شر يا يونس لا تكونن مبتدعا من نظر برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيه ضل ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر الحديث الحادي عشر عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة ولا سنة معصومية فننظر فيها نعطي رأينا فيها قال لا أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل ملاذنا قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم أعتقد أن الأمر صار واضحا وشخص لكم موقفي هناك تقليد مرفوض وهو التقليد الشائع في الوسط الشيعي إنه يتعارض مع منهج العترة بدرجة مئة بالمئة هناك تقليد مجاز الذي تحدثت عنه رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري أما الأصل في الدين هناك متخصصون فقهاء وهناك متعلمون يتعلمون منهم بقدر ما يستطيعون هذه هي الحقيقة الواضحة في المنهج اليماني الزهرائي الأصيل هذا الموضوع سأعود إليه سأعود إليه وسأدخل في تفريعاته إن شاء الله تعالى كي تكون الصورة أكثر وضوحا بالنسبة إليكم ترجمة نانسي قنقر